نبلش بالشغل والدرس بعدين رح نشوف السفر لانه ناس كتير بطلبوا عن السفر اذا فيه سفر او تغيير مكان بالنسبة اليك او للشريك وبعدين نبلش بالقراءة العاطفية بالنسبة للناس اللي عم يشتغلوا فيه برج ترابي فيه ابراج ترابية عم تتعامل معاهم كتير يا برج العقرب عم تتعامل معاهم بشكل كبير ولكن عم بفكروا بانفسهم اكتر ما بفكروا فيك فدير بالك كتير من هدول الاشخاص عم بفكروا بشكل مادي بحث يعني انت عم بتفكر بعواطفك شوي ناحية الاشخاص وعم بتفكر في انشاء علاقات بينك وبينهم اللي هي ممكن تكون اجتماعية او اترسخ العلاقات لكنهم هم عم بتطلعوا لإلك انه زميل عمل وعم بحاولوا السيطرة على اموال مش لهم او على شغلات مش لهم انت بتملكها فدير بالك بالشغل مبين انه انت رح تعلمهم درس لهدول الاشخاص وعم يعرفوا بالضبط مين انت وقديش انت يعني صارم في قراراتك وكأنه هم كانوا فاهمينك غلط كانوا يعني مش مستوطين حيطك او ممكن ما ما فاهمينك مزبوط هلأ عم يعرفوا اينتك بالضبط وانك انت انسان قوي رح تشغل حكمتك في المواضيع بالفترة الجاي واكنك مليت منهم ومن تعاملهم المادي البحث في كل شي عم تكشفهم في كشف اسرار بالموضوع عم بتكون عندهم طاقة نوع من الانتقام او كذا بس ما عم يطلع في ايدهم اشي بالنهاية انت اللي رح يكون في عندك الصلاحية احتمال كبير تخلص من هدول الاشخاص بطريقة من الطرق اما ينتقلوا لمكان ثاني او يبعدوا عنك في طاقة بعد بينك وبينهم بشهر او انهم هم رح يطلعوك من رأسهم خلص مش قادرين عليك اه كمان في ناري و اه ناري و هوائي لكن الاكتر شي الترابي بيين اه بالاوراق لبرج العقرب حبايبي فيه زي تحذير اه من حوادث سيارات السرعة في السيارة انه شيك على سيارتنا منيح اه في احتمال انه نعمل اه حوادث بسيطة اه اه دير بالك من اه تهور بالاسواقه بالفترات الجاي فيه وهم معين كنت عايشه لبرج العقرب كنت عايش في اوهام معينة اه لكن بالاخير عم بتكون انت اه الملك والامور اه زي ما قلت من قبل كمان الكروت عم تتكرر اه انه انت رح تكون عندك بصيرة اكتر في اللي حواليك وفي الامور فعم بتكون اكتر متحكم في الموضوع وعم بتودي لصالحك اه بكل حكمة وبكل اه قوة من ناحيتك اه بالنسبة للاشخاص اللي بيدرسوا فيه خبرية حلوة في النهاية رح توصلوا لها لكن فيه جهد مبين كبير من برج العقرب واكنه اه 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 دراسة وبس ما عندهم اه اه وقت لتضيع اله اه اه لتضيع الوقت اه اه مبين عندي انه فيه تركيز كبير بشهر اه اه دراسة من ناحيتهم واكنهم خلاص حاطين فيه هدف اه اه معين انهم يوصلوا له وعم يوصلوا له فيه خبريات اه حلوة ممكن تكون للي بدرسوا اه اه دراسات اه عليا خلل نشوف اذا فيه سفر للناس اللي بيستنوا اه اه السفر اه بالفترة الحالية فيه سفر اه لكن فيه احتمال كبير بعد اه شهر سبعة انه تكون اه لانه طلعت عندي فيه طاقة المستقبل مش فيه اه الطاقة الحالية اللي هي اه فترة شهر اه يوليو اذا فيه ممكن بالمستقبل احتمالية كبيرة بالاشهر الجاي قبل نهاية السنة اه لكن فيه شهر تموز عم بتكونوا عم تنتظروا اه هذا اه الخبر للي اه مستنين تغيير اه ممكن يكون فيه تغيير كمان اه مسكن لبرج العقرب اه عم بيحاولوا يبلشوا بداية جديدة بمكان جديد اه ممكن هذا الاشي يكون اه مسكن وممكن يكون اه بغير اه طريقة تفصلوها فيه شخص واقف اه يعني مش راضي عن هذا اه السفر عم بيحاول يعرقل الامور لكن الامور في النهاية عم بتروح للمسار اه الصحيح ورح يكون فيه سفر بالاشهر الجاي اه فبحكي لك ما تتعب عندك اه اوجاع فيه الرأس ممكن شقيقة مبعرف اه فيه الرأس او الرقبة اه فيه فيه موضوع مقرقكم ممكن يكون عاطفي هذا الاشي اه فهذا كل اشي بالنسبة للدرس والعمل كمان للسفر بس شايفي فيه رغبة كبيرة بالسفر لبرج العقرب هذا الشهر واكنه اه عم بهربوا من مكان لمكان عم بهربوا من متاعب ومن قلة المادة او قلة المال في المكان اللي هم فيه عم بيحاولوا يغيروا المكان لحتى تيجي رزقه ممكن اه خلينا نشوف العلاقات العاطفية نشوف اول اشي للمعزاب حبايبي اه اذا مستنيين فرصة برج العقرب نشوف اذا فيه زواج او حب او بوادر علاقة عاطفية للي ما عندهم حدا ابدا في حياتهم بالنسبة لطاقتك انت حبيبي عم بتكون مبسوط لحالك مبسوط بعزلتك موز يعني وكأنك يعني مليت من اه الاشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم اشي اه اولا عم بتلاقي حالك اه في العلاقات اللي مريت اه فيها اذا عم تبعد عن كل هاي الطاقات عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية اه عم تروح للواقع اكتر بالنسبة لطاقتك انت في في رزقه في مال في الموضوع في ابراج بيانات هوائية ابراج ترابية لكن اكتر شي حتى اوكي ترابية ومائية وهوائية لكن اكتر ترابية وحتى نارية يعني كل الابراج لكن على الاغلب اه ممكن يكون اه ترابي بالمرتب الاولى او ناري هذا الشخص اللي جاي اه في اه طريقك اه انت ما بدك تدخل علاقة يا برج اه العقرب وكأنك ماخد استراحة من العلاقات العاطفية مليت خلاص اه تحكي لحالك حتى لو اجي شخص جديد فما يعني ما هيزبط هيكا طاقة تشاؤم عم بتكون اه فيها اه في هاي الفترة فترة اه شهر اه تموز اه اه لكن في فيه اه شخص لكن بيميل اكتر للصداقة ممكن ان تبلش صداقة بناتكم وتتطور فممكن يكون هذا اه عبارة عن اه الصديق لكن تفكيره عم بيكون اكتر اه اه بيتغير لكن هاد الشخص بيين انه ما كنتوا تعرفوه رح يكون شخص جديد مية اه بمية برضو بينات الابراج الدرابية والهوائية ممكن نارية والنار يبغلب في هاي الأوراق إذن للعزاب في شخص حيظهر بشهر تموز إن شاء الله لكن ما حتكون أولها حب ولا اللي هي علاقة جدية رح تكون عبارة عن صداقة أول شي تبلش بناتكم إذن على مراحل ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك أو يطلب الارتباط رح يكون صديق هذا الشخص تعرض قبل هيك كمان زيك تماما يعني أنتو بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة تعرض لأكتر من خيانة ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة فهو يشبهك في هذا الموضوع صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص ممكن يغضق عليك فيما بعد هدايا في وفرة مالية عنده أو ممكن أنت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه ممكن يساعدك في أمورك هذا الشخص أو ممكن يساعدك في البيزنس تبعك لكنه هو في عنده نية أنه ينشئ علاقة فحيبلشها عن طريق صداقة هذا كان للعزاب فأنت إذا حابب أنك تدخل علاقة الفرصة موجودة لكن أنا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا لأنك مش مصدق رح تكون كل الأشخاص وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب عم تتسرع بالحكم على الأشخاص فأنا بقولك أعطي فرصة لكل الأشخاص في فرص أحيانا إحنا ما بنكون عم بنشوفها خلينا نسحب وراء للمتزوجين من برج العقرب يكون هناك ناعل جاء بالطريق عن طريق شغلك أنت أو شغل الشريك في ربح من نوع معين أو استثمار عم بتلاقي نتائج حلوة مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع إذن المادة بتغلب على أكثر تفكيركم في شوية مشاكل يمكن متعلقة في أكثر في الأولاد مش متفقين على وجهة نظر معينة وكأنه أنتوا مختلفين دائما أو بتجاكروا بعض أو مش عارفة في طاقة مش مضبوطة اللي هي كل واحد حاب ياخد إجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين في بعض لكن ما في طلاق بعض ورجع وزعل عادي اللي هو بين المتزوجين ما في شي بخوف عم بشوفك بتمسك زمام الأمور بالنسبة للمادة والشريك عم بترك لك إياها بإرادته عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول وهذا أحسن لإلك لأنه أنت عندك إدارة كبيرة خاصة الزوجة خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب إنهم يديروا أمور المنزل خاصة المادية فأكتر ومادة مبينة عندي في طاقة بعد للمتزوجين خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين اللي على حب أو صداقة أو إعجاب شوف شو الورق ممكن يكون بالنسبة للمرتبطين أنتو الاثنين عم تستنوا الارتباط وكأنه هو بده ارتباط ولكن الظروفه أو الظروف الحواليه لسه مش جاهز لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه وانت نفس الشي يعني انتو التنينين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحيانا بس انت الأول والأخير عنده ممكن يكون في علاقة ثلاثية أها ورقتين وراء بعض وهي الثالثة فيه فيه علاقة ثلاثية في الموضوع لكن ببين انو عم بلعب عليهم او انو هيك يعني بيجوا بروحوا في حياته لكن مرجوعوا اليك عم بيشوف فيك صفات ما عم بيشوفها بالطرف الثالث وكأنو ما عم بيعبيلوا عينه فعم بيكون فيه رجوع اليك طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد من بعد هيك كنتو عم تبعدو تقربو تبعدو تقربو ولكن شايف فيه في استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية وكأنك رح تغفر له او عم تعرف عن هاي العلاقات فيه ناس بيقبلوا بيقبلوا انو يكون فيه علاقة ثلاثية اهم شي يكون الشريك معنا فيه ناس بيفكروا بهاي الطريقة فممكن هذا على البعض بينطبق لكن انا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بايدك فالامور بتهيئ الي ايجابية لبرج العقرب خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا رجوع او اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة الورق بيبين اللي هي الفترات القصيرة من اشهر مثلا تاركيين من اسابيع مش من سنوات الورق ما بيبين الموضوع اذا كان من سنوات طويلة خلينا نشوف اذا للمطلقين ولمنفصلين من برج العقرب مولا نشوف مولا بطريقة مش طبيعي عندك ملل مليت من الانتظار مليت من يمكن أساليب الشريك عم تعرف عنه شغلات يمكن بالفترة الماضية ما كانت عم تعجبك لكن بالفترة الحالية فيه فيه أخبار حلوة عم توصلوا عنك وفيه احتمالية رجوع وسعادة وممكن يكون فيه ارتباط بالمستقبل ولكن هو شخص شخص متحكم شخص عنده الايجو كثير عالي عم بشوفه عم ينصفك عم ينصفك عم يرجع إليك حق عم ترجع لك كرامتك ممكن بس شايفه فيه قبل شايفه عندك طاقة انتقام حابب تنتقم كثير من الشريك فانا بنصحك انه تطلع من هاي الطاقة لانه ما رح تجذب لك اللي انت بدك اياه في هذا في هاي العلاقة فبنصحك في انه تطلع من هاي الافكار الانتقامية وكأنك عم تستنى لما يرجع يعني تتركه او تعلم و درس بس انا شايفه فيه رجوع في النهاية في نهاية الامر وممكن يكون فيه ارتباط بينك وبين هذا الشخص مع انه بالورق مبين مش مناسب لالك لكن رح يرجع لك عم بتحاول في هاي العلاقة تتغاضى عن امور معينة في سبيل انه تمشي في العلاقة فكروت يعني حلوة عم بتطلع على الاشياء القديمة وتضخمها على الفاضي يعني كروت حلوة بالنسبة لالك في العلاقة العاطفية للمنفصلين حبايبي خلينا نشوف اذا فيه نصيحة ممكن تنفعنا في هاي الفترة في شهر تموز او بالفترة الحالية بيحكي لك ابعد عن الاشخاص السلبيين وقرب من الاشخاص الايجابيين بيحكي لك حارب عشان الشغلة اللي بدك اياها اذا انت ما تعبت لحتى توصلها هي ما رح تيجي على طبق من من فضة لازم تتعب في الموضوع بيحكي لك اذا طلبت المساعدة من اشخاص رح تلاقي هاي الفترة نتائج حلوة ورح تستعين باشخاص يعني على ثقة انهم اصحاب ثقة ممكن تكون توثق فيهم فبيحكي لك في اشخاص موثوق فيهم ما تسكر الباب على كل الناس اللي حواليك لا اجدد العلاقات واقبل بالاشي اللي موجود عبن ما تحصل اشياء حلوة بس بحكي لك ما تفكر بالقديم في جديد حلو جاي عالطريق بس امبين بالورق فيه شخص عم برقبك عم بيغار كتير عليك عم بيحاول هيك بفك شفرات وشغلات وبترجم شغلات وبفسر وبحلل فعم برقبك ويشوف كيف اوضاعك اول ترجمة نانسي قنقر